طيب هلأ مجرد ما نوصل من السوبر ماركت طبعا بتكون الأغراض موجودة بكيس لو شلنا احنا اتفقنا نغسل إيدينا أول ما ندخل على البيت وجينا أخذنا هاي الأغراض اللي احنا اشتريناها ولو كان احنا خايفين انها تكون ملوثة علما بانه الاحتمالية جدا قليلة واحد من المليار بس ولا نفترض انه انا شخص جدا موسوس كل اللي علي اعمله اني افتح هذا الغرض وما ألمسه من جوه طبعا وبكل بساطة احطه في صحر وينتهي الموضوع ونفس الشيء بالنسبة لرقائق ايدي ملوثين ما بدي ألامس الأكل بحطهم برضو بصحن وقبل ما أبدأ أكل بالصحة والسلامة بغسل إيدي بالمية والصابون لأنه هذا الإجراء الصحي الطبيعي في كورونا ولا في غيره أو بستخدم الهاند سانيتايزر وبكل بساطة اللي أنا بدأ ننبه عليه الناس أنه هي ما أخذ الفكرة هاي العظيمة على أنه الفيروس لما بيكون موجود ما بيتنقل ولا بينط ولا بيبدو يهجم عليك الفيروس موجود على السطح إن وجد طول ما إحنا ما نفضنا الأغراض فما عنا أي خطر إن شاء الله